بسمك اللهم وبحمدك وصل اللهم على سيدنا محمد النبيك وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في بيان أهمية القسمة وفي مقام بيان شروط التقسيم وأساليبه وكنت قلت لكم إن للتقسيم طريقتين إن للقسمة طريقين الأول يسمى بالقسمة الثنائية وهي المرددة بين النفي والإثبات فتجعل أحد الفردين مثبتاً وتجعل غيره في مقابله وهكذا تقسم بإما وهي قسمة حصرية عقلية ذات ناتج لطيف دقيق نسبة الخلل فيه صفر وأما الطريق الثاني وهو المسمى بقسمة العموم بقسمة الأكثرية أكثر الناس هكذا يقسمون وهي تعتمد على الاستقراء ولا تعتمد على الحصر العقلي وتسمى بالطريقة التفصيلية تفصل كأن تقسم الأفراد أو تقسم الكل إلى أجزائه جزئياتي عفواً فإذا أردت أن تعرفني الكلمة فتقول الكلمة اسم وفعل وحرف واضح كأنك تعرفها لي بالمثال تعرفها لي بالمثال فإذا أتيت على ذكر أفرادها عددتهم الصلاة كيت وكيت هذا كله من التقسيم التفصيلي هذا انتهى يعطفون على التقسيم يا أحبة فرعاً يماثله يسمى بالتصنيف فما التصنيف صارت واضحة نحن نذكرهم بس من باب الاستذكار اللي حتنطبق التصنيف مأخوذهم من كلمة الصنف وما تصنفه ما هو الكل الذي يسمى بالصنف الدائرة التي تحت النوع تسمى صنفاً فتحت النوع شو النوع مثل شو الإنسان تحت النوع شو في دوائر بعد كلية شو في دوائر كلية تحت النوع بعد شو هنا شعراء مكلفون ذكور إناث عرب غير عرب هذه كلها أصناف جميل لش خرجنا عن الدائرة هذه إلى تسميتها بالصنف والدائرة الأوسع منها الذات سميناها بالنوع لما شو الفرق في التسمية في المصطلح واضح الفرق النوع وما أرقى منه كنا نتكلم فيه عن الذات والذاتيات الذات يعني النوع الإنسانية الإنسان الذاتيات الجنس والفصل بينما دائرة تحت النوع تسمى صنفا لا يلحظ فيها ذاتياتها وضحت يلحظ فيها خصائصها لأنه تحت النوع عم تحكي السرط النوع هو الذات تحت هذا النوع في دوائر هذه الدوائر تذكر خصائصها نعم أحسنت أحسنت لأنه الذات قد تحققت وجدت فتحت منها في دوائر شو اسم هذي الدوائر اسم الأصناف طيب سؤال على البال بالله أنا ما كنت مزاجيا لما أردت أن أقسم لأني قلت أنزل من الجنس إلى النوع أصل إلى النوع مرورا بالجنس البعيد والقريب إلى آخره أليس كذلك والفصول مثلها الفصل قريب البعيد طيب الآن نقول طالما أن الذات تم وجودها وطالما أن الذات لست في صدد تشريحها فتمت الإنسانية الصنفية بناء على ما تصنف الأشياء بناء على أي شيء علمي تصنف الأشياء كيف تصنف مكتبة تريد أن ترتبها بناء على ماذا تصنفها قال لك في التصنيف طريقان طريق علمي وطريق ترتيبي فينا نسميه ترتيبي هم سميه غير علمي شو الطريق العلمي بالله عليك أنت جاي بقسم أفراد الإنسان تصنف مش تقسم عفوا تصنف أفراد الإنسان أو بقصنف دار دور البيوت إلى تصنيف إلى دوائر حتى يسهل عليك الإحاطة فيها ويسهل عليك معالجتها لو واجهت خللا فيها يجب عليك أن تجزئها يجب عليك أن تقسمها صحيح هنا قل أن تصنفها صح صح بناء على ماذا تصنف المكتبة أو الجامعة صنفتها إلى فروع فرع أول فرع ثاني فرع ثالث لماذا إذا راعينا إذا راعينا المشترك المشترك بين الأفراد بما يشبه عدم التخلف فيها أفراد شبهها جامعها المشترك قاسمها المشترك لا يختلف بل أكثر من هذا أقول نقاط الافتراق فيها قليلة نقاط الافتراق قليلة ما أبدأ المعدومة مثاله مثاله أعطيني مثال كأن أصنف الناس إلى مسلمين وغير مسلمين هذا تصنيف الذي فيه فوارق كثير بالصنف الأول اللي أنت صنفته مسلمين أقول هذي الفوارق ملغات فوارق ملغات عشان نقاط 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 ألغينا الفوارق وأخذنا بالجامع المشترك شو هو الجامع المشترك إسلام والإسلام يفترض أن يكون مستوي الحكم في كل أتباعه أليس كذلك فإذن ما في طائل أن تقول سأقسم البشر إلى مسلمين عرب ومسلمين غير عرب لم ما اتفقنا هونيكي بأن التصنيف لازم يكون التقسيم لازم يكون ذو طائل لازم يكون ذا طائل أليس كذلك لما كان الحكم سائدا سائرا على الأفراد كل الأفراد فبتكون يا أخي لاحظت إيش نقطة الالتقاء وألغيت نقاط الافتراق فصنفت هذه الدائرة بناء على الجامع المشترك الذي بينها ممتاز ممتاز كما لو صنفت كتب التدريس الجامعي بناء على التصنيف المرحلي أليس كذلك في فوارق بين السن الأولى والثاني والثالث والرابعة في فوارق بس هذه الفوارق ملغات في صنفها الأدبي أو في صنفها العلمي أليس كذلك وهكذا وتصنيف آخر غير علمي شوه التصنيف طبعا التصنيف العلمي صار واضح كما لو قسمنا البشر إلى إنس مسلمين وغير مسلمين العلمي الأدبي في الجامعة أما لو قسمنا الطراب مثلا قسمت المياه يا أخي المياه إلى معتصم وغير معتصم إلى كثير وقليل هذا التصنيف هذا التصنيف علمي واضح ليش لأنه جعلت فيه موضوع مشترك بتعرف قد تصنف تصنيفا ترتيبيا فقط والهدف هو الترتيب ولا أكثر الهدف هو الترتيب كما لو أردت ترتب هالمكتب يا أخي هالمكتب فيها من العلوم والأصناف أصناف العلوم الكثير أليس كذلك فيها من علوم اللغة وفيها من علوم القرآن الكريم وفيها من علوم الأحاديث والسنة فيها إذا صنفت هكذا فأنت مصنف علمي بس أحيانا يخطر في بالك أن تصنفها من باب شو من باب ترتيبها بش أكثر برافو تصنفها على أساس اللون تصنفها على أساس الحجم تصنفها على أساس السماكة والغلظة من جهة أو الرقة والدقة من جهة أخرى أو تصنفها على أساس أنها مغلفات أو مجلدات لا طائلة وراء هذا التصنيف سوى ترتيب بس بس حتى يسهل عليك أو على غيرك الإحاطة يعني سألت أندي بتشوف بتاعي إنه مثلا الكتاب الكذائي الذي أنت بصار لبيانه لونه أحمر تقول إيتني من الخانة الحمراء بكتابي كذا وهكذا إذن هذا من باب الترتيب ويسمى تصنيفا غير علميا طيب فيكت تعطينا فرق هلأ بين التصنيف والتقسيم طبعا لا تخفى أهمية التصنيف أهمية التصنيف حتى تحيطها بالمبعثرات من العناصر يكفي أني إذن لك أنا هيك أن تحيطها وتدرك المتبعثرات من العناصر كيف تتجمعها كيف ترتبها من أصعب الأمور أصلا التعريف والقسمة وإلتلك لا يمكن أن تواجه النفس مجهولا إلا أن تعرفه بس تعرفه سيصل عليك تقسيمه والإحاطة لك في مكتبتك ضربه من المستحيل إلا إذا أحطت بها وجزأتها وصنفتها كلام لطيف كلام لطيف انتهى أقول ما الفرق بين التصنيف والتقسيم ذكره هو شو الفرق بين التصنيف والتقسيم المصنف ذكر فارقا وقال التصنيف تبتدئ به من أدنى أدنى إلى أعلى فتقول فتقول هاشميون مسلمون بشر إنسان يعني حيوان أجسام وهكذا بتبلش من الأدنى إلى الأعلى التصنيف يقول والتقسيم لأنك طلحة الذاتيات فمن الأعلى إلى الأسفل نقول لا فرق بينهما من هذه الجهة معنى فرق تبلش من النوع وتوصل إلى جنس الأجناس أو تبلش من جنس الأجناس تنزل إلى النوع لا فرق بين أن تصل وتقف عند النوع أو تستمر وتنزل إلى الصنف لكن الفارقة بين التصنيف والتقسيم هو ما قلته لك من مسألة الخواص والذاتيات بالتقسيم نلحظ الذاتيات بالتصنيف نلحظ الخواص عنوان القضايا وبابه يأتي والحمد لله لكننا سنطبق ما أخذناه قال المصنف وصلنا بالتصنيف سيد أساليب التقسيم سلناهم بالمطابر للتطبيق أساليب التقسيم كنا ذكرنيها أساليب التقسيم أحمي التقسيم ما أرينيه جيد أساليب التقسيم تشمل القسمة المنطقية والطبيعية ولكن الكلام هنا في القسمة المنطقية فقط هذه أمس ذكرني لكم يا أمشاك جيد لأجل أن تكون قسمة صحيحة وجامعة لجميع الأقسام هناك طريقات طريقتان تسميان بأسلوب التقسيم هما الطريقة الثنائية والطريقة التفصيلية شو طريقة الثنائية إما وإما حصر عقلي وهي طريقة الترديد بين النفي والإثبات يساوي حصر عقلي المتردد بين النفي والإثبات حصر عقلي ونعني ويعنى بها تقسيم الشيء تقسيماً دائراً بين إثبات القسم ونفيه مثل تقسيم الحيوان إلى الناطق وغير ناطق والناطق إلى الرجل وغير الرجل والرجل إلى العالم وغير العالم والعالم إلى العربي وغير العربي وهكذا ويرجع إلى هذه الطريقة عادة أو يرجع إلى هذه الطريقة عادة في القسمة المطلوبة لأجل الإختصار والقصد من الإختصار إختصار ماذا يا أخي إختصار الأفراد لأنك إذا بكتعد أفراد الحديد ما بتنتهي ولا يكون الاستقراء تاما فإذا الاستقراء للحصر العقلي بالترديد بين نفي والإثبات بات تنجازم طريقة القسمة التفصيلية وهي قسمة الشيء إلى جميع أقسامه تفصيلا مثل تقسيم الكلمة إلى اسم المفعل وحرف الاسم إلى معرب ومبني وهكذا نجيب الأسناف نجيب الأسماء أهمية التقسيم لا أظن أن هناك من لا يدرك أهمية القسمة وفائدتها لأننا لو القسمة لن نستطيع أن نفهم تسلسل الأشياء ومبادئها أكيد فمثلا بالتقسيم الطبيعي المعروف في علم الحيوان نستطيع أن نعرف أن فصيلة الأسد من طائفة الضواري وأنا طائفة الضواري من صنف اللبائن وأنا صنف اللبائن من الشعب الفقرية مما لها فقار في ظهرها مثلا ومثله في علم النبات فمثلا لو للقسمة لن نستطيع أن نعرف أن البكتيريا من الفطريات الانشطارية وأن الفطريات الانشطارية من الفطريات غير الحقيقية وهكذا بالطب بالدين بالعلوم العربية بغيرها نفس الطريقة التصنيف هو وضع الأفراد شوف وضع الأفراد مش وضع الكليات وضع الأفراد في مجموعات متميزة على أساس الخاص شو هو هذا الأساس الخاص سبيجي بعد قليل إذا قمنا بترطيل تنظيم مكتبة المدرسة مثلا فجعلنا مجلدات الكتب مجموعات متميزة على ضوء موضوعاتها العلمية فوضعنا كتب الاجتماعيات في مجموع إلى آخره فإننا قد نكون صنفنا المكتبة وحينئذ نقوم وحينئذ وهكذا عفوا وهكذا حينما يقوم عالم الحيوان بتفريق الطيور إلى مجموعتين من طيور قديمة والحديثة ويفرق مجموعة الطيور الحديثة إلى ثلاث مجاميع الطيور المسنة البائدة والطيور الرمثية وإلى آخره فإنه بهذه العملية من تفريق قد يكون قام بتصنيف الطيور أساسه لا يختلف التصنيف عن التقسيم في وجوب قيامه على أساس موحد معين لنفس الأسباب التي ذكرت هناك تقسيمه ينقسم التصنيف إلى قسمين هما التصنيف العلمي واحد وهو الذي يقصد منه وضع الأشياء في نظام واحد قلت أني شو نقطة الالتقاء جامع مشترك يميز بعضها عن بعض ويوضح نقاط الالتقاء بين أنواعها ونقاط الافتراق كتصنيف المكتب على أساس موضوعاتها أنه هالكتب هذي الكيلة واللي حكوا عن بدن الإنسان حطوا ليونون وسميها آخر شيء شو سميها طبقة الطب وهكذا التصنيف غير العلمي وهو ما يعتمد فيه على ملاحظة الصفات الخارجية للأشياء كالشكل والحجم السمك والدقة والرقة واللون والكبر والصغر عادت من غير العلمية الخاصة كتصنيف الكتب على أساس الحجم كان يضع إلى آخره هذا تصنيف ترتيبي مش أكثر مثل تصنيف البيت أغراض البيت وكذا أكثره تصنيف ترتيبي تصنيف علمي يكون في ضمن دائرة الواحدة يعني في المأكول بردبه ترتيب علمي حتى لا يتضرر المأكسد مع المأكول وغيره هذا صحيح إن نظرة واحدة تلقى على علمي الحيوان والنبات فقط وإلى التصنيفات الموجودة فيها كافة في بيان فائدة التصنيف وأهمية في حياة الأمم يعني يقول التصنيف لا يقل أهمية عن تقسيم لأن وضع الأفراد في مجموعات أمر مطلوب وإن شئت أن ترى أهميته فانظر إلى عالمي الحقيقة إلى عالمي الحيوان والزراعة تجد التصنيف في الطيور والتصنيف في الحيوانات بشكل واضح الفرق بين تصنيف والتقسيم وأن التقسيم يبدأ ويبدأ فيه كما تقدم بالجنس ثم إلى الأنواع ثم من نوع الأنواع إلى الأصناف ثم من الصنف إلى الفرد هذا التقسيم مثل اسم فعل الكلمة يعني اسمه فعل محرف والاسم هو المبني والمبني على الكسر وإلى آخره والتصنيف بعكسه تماما يبدأ فيه يبدأ فيه بالأفراد إلى الصنف من الأصناف إلى النوع من الأنواع إلى الجنس كما في تصنيف المكتبة تبدأ بالكتاب وتنتهي بالمجموعة فالعملية في التقسيم والتنازلة من الأعلى إلى الأسفل وفي تصنيف متصاعدة من الأسفل إلى الأعلى وصلى الله على الأعلى محمد وآله الطاهرين